مركز تكوين الشيخ عمر قزابر يكتب مكر الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أحباب الكرام يقول ربنا جل شأنه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن الحرب المستعرة التي ما خبت شرارتها يوما منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يوم الناس هذا وهذا القتال يحمل صورا عديدة ويندرج تحت عنوين كثيرة وكل هذه الصور والعناوين هي ألوان من التموه أما الهدف فواحد وهو فصل الناس عن دينهم هذا هو الهدف بدون موارباه وقد أجمعوا كيدهم وأبرموا أمرهم ووزعوا الأدوار ففريق ينشر التفاهة ويمجد التافهين وفريق يغرق الأمة بالشهوات وفريق يعمل على تغييب الناس وإشغالهم بسفاسف الأمور وفريق يزور الحقائق ويقلب الموازين وفريق وهو الأخطر ينشر الشبهات ويزرع التشكيك وقد سخر لهذه المهمة مجموعة من أدعياء الثقافة وبائع الذمم وملتقطة فتاة موائد أعداء الدين ومسوقة أوهام المتربصين هؤلاء الحثالات منهم من سخر للقدح في القرآن ومنهم من استخدم للطعن في السنة المطهرة الطعن في البخاري نموذجا والغراض ضرب السنة من جذورها ومنهم من كلف بهدم ثوابت العقيدة الإسلامية ومنهم من كلف بضرب التاريخ الإسلامي الطعن في الصحابة رضي الله عنهم والتشكيك في التاريخ الإسلامي برمته ومنهم من يستهدف الأخلاق والقيم الإسلامية من خلال التسويق للشذوذ وما أسموه بالعلاقات الرضائية وغير ذلك إنها تشكيلة صنعت على أعين أعداء الدين وسخرت لتنفيذ أجندات محددها هدفها زعزعة عقيدة المسلمين وخصوصا فئة الشباب هذه العصابة المارقة من زنادق العصر المنتشرة في كل بلاد المسلمين هم صنيعة الاستعمار والاستحمار الغربي لعالمنا العربي والإسلامي وهؤلاء المزورة السفهاء يختبئون تحت عنوين التنوير وأقسم بالله صادقا غير حانث أنهم لا يريدون تنويرا ولا ينشرون فكرا وإنما هدفهم نقل الأوبئة الفكرية والأمراض النفسية والهبل العقلي الذي يعاني منه الغرب المتفلت من كل القيم الإنسانية والحضارية يريدون استنسخ هذه الأدناس والخبائث التي لا مثل لها في التاريخ ولا حتى في جهالات الجاهلية الأولى وانتقلوا الآن إلى تكوين المراكز الإلحادية المجرمة التي تتلقى الدعم الكامل من قبل أعداء الإسلام هذا الدين الذي سيحطم كل محاولاتهم الفاشلة والهشة والباطلة تحت سندان الحق ومطرقة اليقين التي تزلزل وتذهب بإفكهم ورجسهم وبهم إلى مذابل التاريخ ولعنة البشرية وغضب الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ولكن لا بد من يقظة نورانية إيمانية توعوية يقودها العلماء من أجل حراسة الفضيلة ومحاصرة هؤلاء الظلاميين الكذباء وذلك بنشر النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والدعوة إلى الرشد والتعريف بسيرة سيد الناس صلى الله عليه وسلم لا عذر أبداً لعلماء الأمة إنهم تخلوا عن دورهم التنويري وتركوا المجال لهؤلاء الألاذل ولا عذر للآباء والأمهات إذا تركوا أولادهم وبناتهم نهباً لهؤلاء الغزات الذين يستهدفون دين الأمة وقيمها وأخلاقها وثوابتها لأن المحارب للدين محارب للوطن ساع إلى الفتنة ناشر للتمرد وأنتم معاشر الشباب الله الله في دينكم وقيمكم وثوابتكم كونوا أنصاراً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بناتاً لوطنكم ناشرين لقيم الخير والمحبة والتآلف تحت ظلال كتاب ربكم وسنة نبيكم إصبروا وثبتوا حتى تلقوا رسولكم صلى الله عليه وسلم على الحوض فيرضى عنكم ويباهي بكم الأمم ويحمد صنيعكم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين محبكم وحافظ عهدكم وودكم عمر بن أحمد القذاب قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي اشتركوا في القناة